كرام يمكن في هذه اللحظات عقب وقاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني للنادي الأهل والمدير الفني لفريق تاون شب عدنا إلى فندق الإقامة وفي هذه اللحظات في عدة أن يكون معي الأستاذ خالد الدراندالي رئيس بعثة فريق النادي الأهل أستاذ خالد طبعا لقاء مهم لأنه بالتأكيد كان فيه حدث للأسف فسيء بالأمس تلقي ميدو جابر خبر وفاة والده وبالتالي مغادرته إلى القاهرة خلال الساعات الجارية يعني اللحظات دي حصل فيها إيه وبالتأكيد طبعا أتوجه التعزية لي ميدو جابر والله إحنا أول معرفنا طبعا كلنا الجمعنا عنده في القوضة كل البعثة الحقيقة كان موقف جميد من زميله والبعثة كلها كله قعد يرى قرآن وأدعية ويواسوه طبعا في نفس اللحظة بدنا نشتغل على نلاقي مكان صفر هو ونزلنا معه محمد أسامة الإداريين على أستاذنا بباشل واحده برضو فحجزنا طبعا خدنا هنا وقت عبالي من نلاقي مكان ينزلوا هما الاتنين بأسرع وقت يعني عن طريق دبي وعن طريق أوروبا فلاقينا الحمد لله عن طريق جونسبرج وبعدين أسيوبيا وبعدين قديسة بابا قديسة بابا وبعدين قاهرة فده كان أسهل حاجة لأننا لمحبناش كمان نعذبه في لف كتير فنزلنا معه محمد أسامة واتطميننا عليهم كان من ساعدنا الحقيقة نسمع من دارة كورة في الناد لأهلي برضو في الحجز هي حجزت لنا خانطول الليل يعني بنحاول لقينا توفقنا الحمد لله في اللي احنا لقي حجز النهاردة الصبح ساعة سبعة ونصر كله اللي تقابلنا في اللوبي هنا واعدنا معه الحد مجاتل العربية وطمنا كابتن سمين عادي راح معه المطار احنا وصلنا لها الحد العربية ورح معاك كابتن سمين المطار خلص اجراءاته تابعنا بعد كده من جوهانس بيرج كلمناهم وعرفنا وكلمتنا نسمع برضو من النادي طمنتنا انهم اخدوا البوردين كارد وكلمناهم أنا وكابتن سمين والحمد لله كل شيء تمام وهم ردوا في طريقهم للعودة طبعا تعزينا الميدو من العيب المحترمين واخلاق والحقيقة رجل يعني محترم زميل كلهم الحقيقة يعني كان موقف مؤثر جدا نتمنى له الرحمة وربنا يصبره ويرجع لنا بقى بإذن الله كده هم نرجع مصر عندنا ماتشات تانية ان شاء الله يكون تعافى كده ويرجع بإذن الله ها طبعا ايو بس فطبعا تعزي البعثة كلها وان شاء الله كده ربنا يصبره يعني بزيلا الاجتماع الفني النهاردة كمانيا الحمد لله تم التنصيق للأمور الفنية للتحرك البعثة كل الإجراءات الحمد لله تسير بشكل جيد حتى زي لحظة السكال ببينك رئيسا للبعثة وقبل المباراة غدا المباراة حتى تذكر 18 ألف تسكال لكن المقرر الحضور ساعة أوليلة والحية كان فيه حكتين النهاردة المؤتمر الصحفي المدير الفني وكابتن الفريق حسام عشور كان فيه اجتماع الفني كمان راح حضر كابتن محمد يوسف كل شيء ماشي على ما يرام لسه بس الكوتش لسه مع بيني دلوقتي بيقول لي شاف الملعب العلمان مش الملعب المصاب يعني مشاهدين القرامة لقاء مهم جدا طبعا مع الأستاذ خليد الدرندالي رئيس سبعست فريق الناجي الأهلي هنا في بيتسوانة للحديث عن الخبر السيء الذي حدث في صباح أو فجر اليوم الجمعة عندما تلقى ميدو بابر خبرا من القاهرة بوفاة والده وبالتالي بنتقدم له بالتعازي وأن يسكن والده فسيح جناته بإذن الله بالطبع فريق الناجي الأهلي باستعدي استعداد جايد لهذه المباراة منذ لحظات توجه اللاعبين والجهاز الفني إلى القاعة الرئيسية لتناول وجبة الغزاء ثم التحرب في الساعة الخامسة والربع إلى ملعب المباراة الرئيسي الملعب الوطني هنا في الجبروني لاستعداد لهذه المباراة ثم تدريب في السادسة سيسمح بأول 15 دقيقة لوسائل إعلام بتصوير التدريب لكن بالطبع المؤتمر الصحفي كانت هناك أحاديث مهمة جدا من المدير الفني السربي نيكولا أكافوزوفيتش المدير الفني لفريق تونشيب وأيضا تصرحات لكارتيرون عن أهمية هذه المباراة لكن يتبقى فقط إن شاء الله التوفيق عدد التذاكر التي ترحت في هذه المباراة 18 ألف تسقرة من ساعة رسمية للإستاذ بيسعى لـ 25 ألف مشجع لكن حتى هذه اللحظات وقبل المباراة بـ 24 ساعة لن تباع سوى 5 ألاف تسقرة فقط عموما كل هذه الأخبار تعتبر إيجابية لأن عدد الجمهور عندما يكون قليلا في الأجواء الأفريقية يكون شيء إيجابي لفريق النادي الأهل أو للفرق المصريية بشكل عام يقلل الضغط الجباهيري وبتكون المباراة بإيجابية لصلاح فريق النادي الأهل نقطة أخيرة ملعب المباراة صغير يعتبر داية كارتيرون كان بتابع طبعا أجواء هذا الملعب وأرضية الملعب الأرضية ليست على ميرام أرضية تعتبر سيئة جدا النجيلة قصيرة الأرض تيمية واضحة بشكل كبير فبالتالي هنجيل طبيعي لكن في نفس الوقت أكيد ستعوق اللعبية النادي الأهل على أداء مباراة جاهدة لكن إن شاء الله الجهاز واللعبين سيكونان على قدر المسؤولية وحققها نتائج إيجابية والعودة بثلاثة نقاط إلى القاهرة لأتلاء الصدارة والتوجود في المركز الأول مع أطراجي التونسي بعد ختام الجولة الرابعة من مباراة المجموعة الأولى لدوري أبطال